اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلال مدة زمنية وجيزة اشتركوا في القناة 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 تيك رباء المستمر اي على اسمنا بعدك مستمر تيك رباء المستمر على اسمنا مستمر شدته تبقى ثابتة هات تيك رباء المستمر اي هو عبارة عن ماذا جزء مشترك عنده علاقة مع الشحنة كيف لاحظنا وعنده علاقة مع المدة الزمنية تي شكول يذكرنا بهذه العلاقة هذه لا احد تيك رباء المستمر اي عنده علاقة مع الشحنة كو وعنده علاقة مع المدة الزمنية تي نا جزء مشترك تيار كربائي اللي كيمر في واحد الموصل هو عبارة عن ماذا هو عبارة عن انتقال ل الالكترونات هاد الالكترونات لها شحنة كوهربائية لها شحنة كهربائية عدد من الالكترونات تمر وتقطع مقطع ماء من الموصل إذا كانت هذه كمية الكهرباء يعني هذه الأكترونات التي تقطع هذه المقطع من الموصل بنفس العدد في نفس المدة الزمنية فإن التيار تيار الكهربائي سيكون تابت مستمر والعلاقة التي تربط شدة تي الكهربائي بالشحنة كو والزمن تي كنا شفناها سابقا كو على الدلتة تي لأنه عبارة عن مرور شحنة كهربائية في واحد المدة الزمنية تابتة وسيبقى التيار خلالها تابت في هذه الحالة سيكون تي الكهربائي مستمر هذا على قادي كنا شفناها في السنوات السابقة الآن في حال تي الكهربائي المتغير هذه المزولة بإي مونسكول يتغير مع مرور الزمن إي ليتي هاد تي الكهربائي المتغير نفس الشيء اللي كنا على العلاقة السابقة عنده علاقة مع الشحنة كو والمدة الزمنية الوجيزة اللي كي قطح هاد تي الكهربائي المتغير هاد المد أو هاد الشحنة او هاد الجوز مشحنة غاديره مظلوب بد دق خلاله مدة زمنية دد دت و هاد تبعدنا شدتي أكربائيي في حال تي لمتغير تساوي دد دي دک على دت دي على الدتي دي على الدتي يعني ماذا؟ المشتقة المشتقة إذا كنت عندنا دي دو كيل على الدتي معناها المشتقة المشتقة إذا كنت عندنا دي دو كيل على الدتي المشتقة لكيل للشحنة كيل إذا كنت عندنا دي دو او على الدتي المشتقة بنسبة التوتر او إذا عندنا في تيار كربائي متغير يتساوي دي دو كيل على الدتي وهذا كان مهم الآن في بنسبة المكتف غادي دائم نحتاجه إذا عرض أولى كسمنا ثانية عرض أولى في تيار كربائي المستمر في تيار كربائي المستمر نعلم أن اي تساوي في تيار كربائي المستمر المشتقة المشتقة الأولى بالنسبة للشحنة كي أي إلي تي تساوي دي دو كي على الدتي ملحوظة 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 مولد وكأنه مولد وكأنه مولد إذا سنأخذه في تيار كربائي المستمر يا الله خذوا تيار كربائي اللي كان يخرج من القطب الموجب انتع المولد كان يوصل المكتف عبر هاد البوس الأول انتعه واللبوس هادا أشمشو حين كانت فيه سالبون الموجابة في الحال الأولى الموجابة اسموها بلوس كي بلوس كي انتعه هاد البوس الأول توتر في صلاح مستقبل كيفش كيكون مع التيار كربائي حسن انت عكسين توتر والتيار اللي اسمينا يوسي النادي بحالة في صلاح مستقبل توتر والتيار كربائي دائما سأشمشوك بلوس كيكون معا سأشمشوك و توتر والتيار كربائي مستقبل توتر و توتر والتيار كربائي إذن ما غادش يبقى كيف راه غادي تغيير المنحنتاه غادي يصبح على شكل التالي إي توطر إيسي في الصلاح مولد توطر والتيار في الصلاح مولد لهم نفس المنحة ما يتغيير إيسي و إي في الصلاح مولد المنحة عندهم نفس المنحة شدة تيكربة إي تساوي دو دو بلوس كو يعني دو دو كو على الدت فتحالها دي في حين فتحالها دي تيكربة بطبع الحال غادي يقول لي عندو هاتشكل هكا يعني غادي يدخل اللي بوس اللي عندو الشحنة سالبة موانكو إينا تيكربة إي فهذا الحالة غادي يقول لي عندو موانكو دو كو على الدت ينغسنا دائما نحدو المكتف نتعنا في أي صلاح رفاه واش صلاح مستقبين ولا صلاح موليد وإحنا دائما نشتغلو بالنسبة لمكتف الصلاح مستقبين وناخدو هذا الرموز هذا ترجمة نانسي قنقر